موسيقى النشرة الأخبارية من قناة سهيل الفضائية البداية بأبرز العنوينة موسيقى لتمويل المناخ لمواجهة التحديات في اليمن ارتفاع الإصابة بوباء الكوليرا في تعز والمرافق الصحية تشهد ازدحاما شديدا للمرضى موسيقى من العنوين إلى التفاصيل أهلا بكم اختتم النائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور عبد الله العليمي والوفد المرافق له مشاركته في أعمال قمة المناخ المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو وألقى الدكتور العليمي كلمة اليمن أمام القمة استعرض خلالها الأثار السلبية للتغيرات المناخية على اليمن بما في ذلك الأضرار الناجمة عن الأعاصير المدرية والجفاف وارتفاع منسوب مياه البحر والتي تضاعف من هشاشة الموارد البيئية والاقتصادية في البلاد كما شارك العليمي في عدد من الفعاليات الجانبية والموائد المستديرة من بينها جلسات حول التحول إلى الطاقة المتجددة وتمكين التمويل المناخي كما أعلن أطلاق البرنامج الوطني لتمويل المناخ الفين وخمسة وعشرين الفين وثلاثين لتعزيز الاستجابة للتحديات المناخية في اليمن بحضور ممثلين من المنظمات الدولية وممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص أقدم عنصر حوثي على إشعال النار في جسده بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء احتجاجا على نهب قيادي حوثي لأرضه وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة قيام العنصر الحوثي الذي يدعى عبدالغني الرازحي بإشعال النار في جسده احتجاجا على نهب أرض أسرته من قبل ما تسمى بهيئة الأوقاف التابعة للميليشيا التي يرأسها عبدالمجيد الحوثي وتمكن الحاضرون من إخماد النيران وإنقاذه من الموت لكنه أصيب بحروق كما أظهر الفيديو وتعكس الحادثة حالة الصخط والغليان في الأوساط الاجتماعية بما فيهم الموالون للميليشيا جراء عمليات النهب المنظمة لممتلكاتهم من قبل قيادات الميليشيا وتمارس قيادات وعناصر الميليشيا عمليات نهب وسطو مسلح على أراد الدولة وعقارات المواطنين بمختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها المسلحة منذ سنوات أقدم شاب على قتل أربعة أفراد من أسرته بينهم والده مساء أمس الجمعة في صنعاء في ظل تفشي وانتشار جرائم العنف الأسرية والفوضى الأمنية العارمة وقالت مصادر محلية إن شابا أقدم على قتل أبيه وأمه وشقيقته وشقيقه في منطقة قاع القيضي بمدينة صنعاء في جريمة بشعة هزت وجدان اليمنيين وأضافت المصادر أن الجاني يدعى بلال علي عبدو محمد القحطاني وهو من أبناء مديرية حزم العدين غربية محافظة إب وأشارت المصادر إلى أن أسباب وملابسات الجريمة لم تعرف حتى اللحظة وخلال الأشهر والسنوات الماضية شهدت المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثي جرائم عنف أسرية مروعة غليبيتها من عناصر انخرطت في صفوف الميليشيا شنت ميليشيا الحوثي عمليات تهجير قصري لسكان مناطق وقرى المديريات الجنوبية للحديدة والتي تهدف إلى أحداث تغير ديمغرافي والتحويل هذه المناطق إلى مواقع عسكرية جرائب تهجير قصري تنفذها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق سكان قرى ريفية في مديرية الجراحي امتدادا لمدينة منظر الساحلية وكذا قرى في منطقة الجبلية بمديرية التحيطة وصولا إلى شمال المدينة في المناطق الزراعية بمديرية الضحي أن يطلع الإنسان من بيته أن يهجر من بيته أن تنسف بيته أمامه يهجر من بيته وتنسف لما فيها أمام عينيه فإلى أين وإلى متى سنظل متفرقين موجة التهجير القصري استخدمت فيه ميليشيا الحوثي الإرهابية القوة والتهديد وحفر الخنادق وتحويل هذه القرى والمناطق إلى مواقع عسكرية لإيران عمليات التهجير القصري لسكان مناطق وقرى مديريات الحديدة ليست جديدة فهي ضمن منهجية التغيير الديمغرافي التي تجريه ميليشيا الحوثي الإرهابية طالت الآلاف من سكان عدد من مديريات محافظة الحديدة من حقيقة إن أبناء تهامة هم مدعوون اليوم وبشكل أن يخاص أن يوحدوا صفهم ويكونوا على قلب رجل واحد لأن في الحقيقة وأثبتت هذه السنوات التي مرت علينا إن الحوثي تمدد في محافظة الحديدة في تهامة يعني من منميدي إلى باب المندب هي حرب تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق الإنسانية في الحديدة المحافظة الساحلية الاستراتيجية التي حولتها ميليشيا الحوثي الإرهابية إلى قاعدة متقدمة لإيران لاستهداف الممرات الدولية وتهديد الدول المشاطية للبحر الأحمر عبد الحفظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية محافظة الحديدة أفدت أسرة الشيخ عبد الله الباني أن العمل على استكمال ملف الطعن بقرار تحويل القضية إلى المحكمة العسكرية لا يزال متوقفا حيث ينتظر الفريق القانوني استجابة محام المتهمين وقال عبد الله الباني أحد أقارب الشهيد في تصريح لموقع الصحوانت أن الجهة المعنية كانت قد قدمت طعنا على الأحكام الصادرة كما قدمت نيابة طعنها كذلك غير أن الردود من محامي المتهمين لم تكتمل حتى الآن وأضاف أن محاميا واحدا فقط من أصل ثلاثة محامين للمتهمين قد رد حتى اللحظة بينما يستمر المحاميين الآخران في التأخير رغم المهلة التي تم منحها لهما وأشار إلى أن الجهة المعنية حددت هذا الأسبوع كفرصة أخيرة للرد من قبل محامي المتهمين مع التنبيه إلى أنه في حال عدم الرد سيرفع الملف إلى المحكمة العليا دون انتظار إجابتهم وأكد ألباني وجود تراجع في سرعة سير إجراءات القضية بسبب مماطلة محامي المتهمين الأمر الذي أدى إلى تأخير الاستجابة المطلوبة وأوضح أن هذا التأخير المتكرر يلقى تجاوبا من بعض الجهات الرسمية التي طلبت الانتظار لاستكمال الإجراءات رغم أن هذا التأخير لا يصب في مصلحة القضية أو الأطراف المتضررة وترفض أسرة الشهيد تحويل القضية إلى المحكمة العسكرية وترى في إجراءات التحويل محاولات لمماطلة المحكمة وتمييع الجريمة التي هزت اليمن زارت قيادة المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المهرة رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة زين العابدين علي خودم وخلال الزيارة التي شارك فيها عدد من قيادات المكتب التنفيذي للإصلاح قال رئيس المكتب سالم الثقاف إن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة الحزب لتعزيز علاقاته مع شركاء العمل السياسي كحزب المؤتمر والمكونات السياسية بالمحافظة وأوضح الثقاف أن المهرة اليوم بحاجة لرص الصفوف وتعزيز العمل السياسي المشترك لتفويت الفرصة على كل الأعداء الذين يسعون لنيل منها ودعا الثقاف الأحزاب كافة إلى وحدة الصف وتوطيد علاقاتها مع المكونات السياسية والاجتماعية ومساندة السلطة المحلية في تحسين جودة الخدمات التي شهدت تراجعا خلال الفترة الأخيرة من جانبه رحب رئيس فرح حزب المؤتمر الشعبي العام بالمهرة زين العابدين علي خودم بهذه الزيارة واعتبارها خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز علاقات الأحزاب والمكونات السياسية مشيدا بدور الإصلاح في تبني مثل هذه المبادرات الهادفة للحفاظ على الحياة السياسية وحالة التناغم بين الأحزاب التي تتميز بها المهرة عن غيرها كثفت الأجهزة الأمنية من حملاتها الميدانية لمطاردة عصابات التهريب وترويج المخدرات في المديريات الغربية بمحافظة المهرة وسط إشادات مجتمعية بهذه التحركات الهادفة لتخفيف منابع هذه الآفة الخطيرة يبرز تهريب المخدرات كتحدي كبير أمام رجال الأمن في مواجهة العصابات التي وسعت أنشطتها في بعض المديريات وقد أودت الاشتباكات الأخيرة بمقتل جنديا من قوات النجدة فتصعيد إصابة مرويجية المخدرات جاءت بالتزامن مع زيارة مدير أمن المحافظة للمديريات الغربية وتكثيف الحملات الأمنية لضرب أوكارها والقضاء عليها وتجفيف منابع التهريب أمن المديريات والمشآت والأمن الخاص والشرطة الدوريات وكل وحدات الأمنية والوحدة الجنائية والتحريات والكافة المخدرات والكل بذن الله تعالى يد وحده وقلبه واحد ورجل واحد دمنا دمه واحد واخونا هذا الشهيدة نصر الله أن يتكبله ويغفر الله ويسكنه في السح جناته وأن يصرب أهل الصبر والسلوان إن شاء الله وتعالى وكل هذه كلنا إلى طريق الموت مني مني يستشهد يكتب الله أصدق الشهادة على الحق تحركات حظيت بترحيب مجتمعياً واسع لمواجهة هذه الظاهرة الدخيلة على المحافظة وسط مطالبات بافتتاح المزيد من أقسام الشرطة في بعض المناطق لإنهاء الاختلالات وتعزيز العمل الأمنية نقول أن طالب في مركز عتام مركز الشرطة يكون تابع للمنطقة والمديرية ونكون مع بعض ويتعاون مع بعضهم علشان إذا صار في حادث أو في حوادث هنا أو مشاكل وتابع المخدرات لا عاد الروح بعيد يكون موجود عندنا ونحن نطالب هذا من قبل فترة كان طالبنا عندكم والآن جددنا الطلب مرة ثانية تحديات تستدعي من المكونات السياسية والاجتماعية مساندة دور الأجهزة الأمنية والتعاون معها لضمان نجاح حملاتها وضبط المطلوبين للحد من انتشارها وحماية الشرائح المجتمعية من هذه الآفة الخطيرة أحمد الحرازي لقناة سهيل محافظة المهرة ارتفعت مؤخرا أعداد الإصابات بوباء الكوليرا في محافظة تعز بعد سنوات من تراجع عدد الإصابات حيث شهدت شهدت مستشفيات المدينة ازدحاما شديدا جراء توافد المرضى من مختلف المديريات وهو ما يشكل عبءا إضافيا على الوضع الصحي بالمحافظة مستنقعات ونفايات مكدسة لسنوات وسط الأحياء السكنية بمنطقة بيرباشا غرب مدينة تعز بتلوث بيئي زاد من معدلات انتشار الأمراض والأوبئة القاتلة كالكوليرا المنتشرة هذه الأيام بمدينة تعز بشكل كبير وخطير المستنقعات أيضا سبب أساسي لانتشار الكوليرا أكثر من القمامة المنتشرة لأنه ينتشر عن طريق الماء الملوث والأماكن التي يكون فيها مناطق مياه ملوثة فالمستنقعات الملوثة كثير من الناس المصابين بالكوليرا قد يتبرزون في المناطق المحيطة بالمستنقعات أو يرموا بمخلفاتهم في هذه المنطقة فيكون المكان ملوث وقابل أنه ينتشر الكوليرا فيه المستشفى الجمهوري الذي خصص الاستقبال الحميات تزدحم أقسامه بشكل مخيف بالمصابين بالكوليرا وبحسب مكتب الصحة توفي من بداية العام 48 شخصا بالمرض وأصيب أكثر من 7300 شخص سجلوا بمكتب الصحة وهناك أعدادا كبيرة بالتأكيد لم تصل إلى المستشفيات كما أن شكوى المواطنين تقول بأن أسرا بكاملها أصيبت بالمرض من استطاع منهم ذهب المستشفى وغير القادر يمرض بمنزله دون علاج وهم الأغلبية كارثة حقيقية بسبب انتشار مرض الكوليرا الكوليرا هذا مرض خطير جدا وانتشر بشكل مفاقع كان رجعنا لسنوات قديمة بانتشار المرض بسبب أن تعرف إيش السبب بيكون طبعا عدم النظافة في محافظة تعيز منها القمامة منتشرة في كل مكان انتشار عدم النظافة الشخصية طبعا بسبب انتشار حتى العشوائية الموجودة في مدينة تعيز الوعي الوعي عند السكان الفقر بحيث أن المواطنين المرضى ما عندهمش القدر مثلا أنهم يلحقوا أولادهم يلحقوا أسرهم في حالة الإصاب بمرض الكوليرا بسأوى الغلاء والوضع المجري للبلاد ازدحام كبير بالأقسام المخصصة للحميات مما يشكل عجزا كبيرا للطواقم الطبية الغير كافية أصلا وندرة بالعلاجات التي أصبحت كلها تشترى من الصيدليات يصاحبها ارتفاع معدلات الفقر بين السكان مع استمرار الحصار مما يشكل كارثة إنسانية والمواطنون لا يستطيعون توفير الغذاء وندرة بالدواء تواصل جامعة وكان أسبوع الجودة الذي نظمه مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة بالجامعة هو الخطوة الأولى نحو تلبية تطلعات الطلاب وخلق مئة تعليمية تسهم في رفع كفاءات كوادرها بحيث تكون قادرة على مواجهة تحديات سوق العمل إقامة الجامعة الأسبوع الجودة الأول في الجامعة من أجل مراجعة الجوانب الاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي نراجع المنظومة التعليمية بشكل عام في جامعتنا فتم إقامة سبوع الجودة الأول في جامعة المهرة وبحضور خبير في قضايا الاعتماد الأكاديمي سواء كان المؤسسي أو البرامجي ونشكر الأخوة في مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة في الجامعة المهرة على حسن الإعداد والترتيب فعاليات استمرت أربعة أيام وتتالية تخلى لها عدد من الورش والعروض بهدف نشر ثقافة الجودة وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية مساندة مثل هذه الجهود وضمان استمرارها وعكس مخرجاتها على أرض الواقع مخرجات أسبوع الجودة وهي الخروج بخطة تنفيذية لكل جهة للجامعات، للكليات، للمراكز لنيابة شؤون الطلاب، نيابة شؤون الأكاديمية، نيابة شؤون الدراسات العليا كل جهة من هذه الجهات سوف تعدوا خطة تنفيذية بالإضافة إلى الخطة الاستراتيجية متعلقة بالرؤية والأهداف والرسالة بالرؤية والرسالة والأهداف لكل هذه الجهات سواء كانت تحديثا أو كانت إعدادا للجهات التي ليست فيها رؤية ورسالة وأهداف معد سابقا وبالتوازي مع هذه الفعاليات، ثمت مطالبات للحكومة من قبل الطلاب بتوفير حرم جامعي يجمع الكليات بدلا من حالة الشتات التي قد تنعكس تداعياتها على مستقبلهم التعليمي بالإضافة إلى افتتاح أقسام جديدة تتناسب مع متطلبات سوق العمل افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد رب مفتاح ومعه مدير عام مشروع التغذية المدرسية بوزارة التربية والتعليم الدكتور فضل قحطان ونائب مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة عبد العزيز الباكري وكانوا قد افتتحوا مدرسة الفردوس الأساسية للبنات بمدرية مأرب المدينة وتتكون المدرسة البالغ كلفتها الإجمالية 64 ألف دولار أمريكي من ستة فصول دراسية مع إدارة ومرافق خدماتية وأكد الوكيل مفتاح أن ملف التعليم في مقدمة الملفات التي توليها السلطة المحلية باعتبار التعليم جبهة مهمة في المعركة الوطنية التي يخوضها الشعب اليمني وشرعيتهم من أجل القضاء على خرافات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني لذلك أدعو الأخوة في المنظمات الوكالة اليمنية للتنمية الدولية أن يسعوا إلى توسع لا زال المكان بحاجة إلى استكمال إدارة للمدرسة واستكمال الأثاث المتطلب لمعالجة التعليم وأقصد بالأثاث المتطلب لمعالجة التعليم الأجهزة الحديثة معامل الكمبيوتر والمعامل الأخرى التي تساعد الطالب على التحفيز في التعليم نهاية النشرة الإخبارية لم يتلبقى لمشاهدين الكرام إلى أن أذكر بأبرز ما جاء فيها من عنوين الدكتور عبدالله العليم يختتم مشاركته في قمة المناخ في أذربيجان ويطلق البرنامج الوطني لتمويل المناخ لمواجهة التحديات في اليمن ارتفاع الإصابات بوباء الكوليرا في تعز والمرافق الصحية تشهد ازدحاما شديدا للمرضى نهاية النشرة الإخبارية من قناة سهيل الفضائية قدمت تفاصيل أوفى تجدونها في مواقعنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الظاهر أمامكم على الشاشة هذه تحياتي أينما كنتم دوما في أمان الله نهاية النشرة